اهلا بكم عزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر لتعليم الفني بالتلفزيون المصري وحلقة جديدة مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الأقسام المعمرية وهيكون معنا إحدى التخصصات المعمرية وهو تخصص تكنولوجيا أعمال النجارة لطلبة الصف الثالث والنهاردة شرح مادة التكنولوجيا زي ما احنا عارفين من المواد المهمة جدا وهي عصب التخصص في أعمال النجارة وفيه التخصصات المعمارية وطبعا زي ما طلبت النجارة عارفين أن الهدف من التعليم الفني الصناعي هو الحصول أو تخريج طالب مواكب لسوء العمل الخارجي عشان يعرف أنه يكون على دراية بيئة المستجدات الموجودة في سوء العمل وطبعا مهنة النجارة من المهن القديمة والتي أخذت في التطور مع تطور الإنسان وتطور التكنولوجيا الحديثة وأصبحت ما علي الآن فنا حقيقيا يحتزى به بجانب كونها حرفة لم تندسر ويكفي مهنة النجارة شرفا أنها كانت مهنة نبي الله سيدنا نوح عليه السلام طلبة الصف الثالث طبعا مكملين معاك في مادة التكنولوجيا واخدين فيها جزء كبير إن شاء الله هنركز على مادة الرسم الفني في الحلقات القادمة ولكن النهاردة درس مهم جدا بعنوان السلالم الخشبية لا يخلو امتحان من امتحانات آخر العام من سؤال على السلالم الخشبية والسؤال بيكون فيه تعريف أو تصميم وبيكون فيه الجزئية التانية تصميم فدرس من الدروس المهمة جدا حابب أن نحن نتعرف على السلالم وأن نحن نعرف إزاي نحسب السلالم الخشبية ونعرف إيه هي الأنواع المختلفة من السلالم لكن تركزنا كله هيكون على التفاصيل الخاصة بأعمال السلالم الخشبية نشوف مع بعض كده على السلايد نشوف السلالم الخشبية طبعا المواد بتاعتنا زي مادة انكلوجيا وهي مادة حلقيتنا النهاردة وهي عصب التخصص كمان عند مادة الرسم الفني إن شاء الله بوعبكم أنها يكون فيه تركيز على مادة الرسم الفني في الحلقات القادمة كمان مادة التخطيط وإدارة الإنتاج عند المواد العامة اللي بدرسها جميع التخصصات المعمرية بجميع الشعب وهي مادة حساب الإنشاءات كمان مادة المساحة ومادة الحاسب الآلي ومادة الحاسب الآلي لاغنى عنها في التعليم الصناعي نشوف مع بعض النهاردة حلقتنا بعنوان في مادة التكنولوجيا أعمال النجارة السلالم الخشبية وطبعا محتوى مادة التكنولوجيا عبارة عن خمس وحدات أو خمس أبواب كان الباب الأولاني بيتكلم عن نجارة الأبواب والشبابيك الباب الثاني كان بيتكلم عن الأرضيات الخشبية والسلالم الخشبية ده عنوان حلقتنا النهاردة ولكن أنا حابب أعمل مراجعة سريعة على نجارة الأبواب والشبابيك فكرة لأن احنا نستعرض بيها الحلقات السابقة وكمان نكون متابعين للمنهج ما نفوتش حاجة لأن طبعا احنا ما عندناش امتحان تيرم ولكن امتحان بيكون فيه آخر العام الدراسي فلازم يكون عندنا طبعا نحن نراجع دروس بتاعتنا السابقة فكان الجزء الأولاني الخاص به أعمال التكنولوجيا الجزء الخاص به أعمال نجارة الأبواب والشبابيك وكان تقريبا عندي أربع أبواب وكان عندي تقريبا شباكين كان عندي باب بحشوات مهرمة باب إسلام الطراز وبيباب البلكونة والباب المنزلق داخل الحائط وكان عندي فيه نجارة الشبابيك شباك شمسية وزجاج وعندي شباك شمسية وزجاج بصاري وطبعا لما حبينا أن نركز على مجموعة الأبواب والشبابيك قلنا أن نسبت عناصر نقدر نشتغل فيها زي الاستعمالات كمان المكونات قطاعات الأخشاب والاكسسورات المستخدمة طريقة التنفيذ وطريقة التركيب وكنا مسبتين طريقة التنفيذ وطريقة التركيب فطبعا لازم أن الطالب يكون حافظهم وفهمهم لأن طبعا يشتغل بيهم في التدريبات العملية فلازم أن يكون على ضراية بأعمال التنفيذ وسبتنا طبعا قلنا أن نعندي ستة عناصر في أعمال التنفيذ تجهيز الأخشاب بالمأسات والقطاعات المطلوبة تبقى للرسومات مسح وتصفيت الأخشاب لتحديد الصمك المطلوب تفصيل أجزاء الأخشاب بالعلام والشنقرة ثم الشق والنشر مع مراعاة ترك الزيادات اللي احنا قلنا عليها اللي يدفر والتلسين بعد كده تقصيب الزيادات ثم تتم عملية التشريب والتنعيم ولكن في أعمال التركيب قلنا عندي ثلاث عناصر لازم أن نكون عارفينهم لأن الباب أو الشباك عشان أركبه لازم أن يكون موزوم بميزان المياه وقلنا في طريقة التركيب أول عنصر بركب الحل مع الخائط بواسطة الكانات مع مراعاة ضبط رأسية الأوايم ووفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه علشان كده دايما بسيب خلوص لفتحة النجارة علشان أبتدي أحرك الحل عشان أوزنه على ميزان المياه عشان يكون فيه عملية فتح وغلق فيه بشكل سليم يبقى تركيب الحلق مع الخائط بواسطة الكانات مع مراعاة ضبط رأسية الأوايم ووفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه بعد كده بركب الدولف بتاعتي بالحلق بواسطة المفصلات بعد كده بركب بقى الاكسسوارات بتاعتي بالمسامير البورما والإيه والمفاك يبقى احنا قلنا طريقة التنفيذ وطريقة التركيب دايما نشتغل في النجارة الأبواب والشبابيك استعمالات مكونات قطاعات الأخشاب والاكسسوارات المستخدمة فطريقة التركيب وطريقة التنفيذ يبقى دي العناصر اللي احنا سبتناهم وطبعا نراجع عليهم ونحاول ان احنا ندعم التكنولوجيا دايما بمادة الرسم الفني فطبعا مهم جدا ان احنا نكون على متابعة بالأعمال التكنولوجيا الباب التاني كان بيتكلم عن الأرضيات الخشبية وقلنا طبعا عندي تلات أنواع من الأرضيات كان الأرضية الأولى الأرضية المسكي ودي أساس الأرضيات وطبعا مهم جدا ان انت تكون عارف مكونات الأرضية زي ما احنا قلنا التحليقة والعلافات والدكم وعرفنا كل واحدة أو كل مكوم من هذه المكونات بالطريقة التثبيته ازاي وقطاعاته وعرفنا الفرق ما بين الألواح والمراين وقلنا جميع الأجزاء الموجودة على سطح الأرض اللي هي تحت سطح الأرض أو تحت الألواح بيكون مراين أما الأجزاء العلوية بيكون عبارة عن ألواح وطبعا ألواح خشب موسكي بيكون طبعا لوح عرض وعشرة في سمك 2 سنط ونص وبنركب وزراء وقلنا الوزراء دي فايدتها إن هي طبعا بتديني منظر جمالي كمان بتسديلي الفراغ ما بين الأرضية وما بين الحائط وبتمنع احتكاك الأساس بالإيه بالحوائط ويفضل مع تركيب الأرضيات إن إحنا نعمل الحوائط تكون بتكسية الأخشاب اللي هي أعمال التجاليد واتكلمنا طبعا فيه أعمال التجاليد وعرفنا أنواعها زي طبعا أول عندي 3 أنواع في التجاليد الوزراء أو القدم أو السفل بعد كده إزازات التجاليد اللي حد جلسة الشباك بيسمى وزراء وبعد كده إزازات حتى بطنية السقف بنركب التجاليد اللي هو الكامل يبقى أنا عندي الأرضيات 3 وعندي أعمال التجاليد 3 تعريف الأرضيات عبارة عن مجموعة أو تجميع مجموعة من الألواح بشكل أفقي علشان تديني أسطح عازلة للقهرباء كمان للرطوبة وطبعا للحرارة والألواح بتجمع مع بعضها بواسطة الإفريز وقلنا فيه نوع تاني من الأرضيات بنسميها الأرضيات البركيه نفس الأرضيات المسكي ولكن فوق الأرضية البركيه بنركب قطع البركيه أو صوابع أو أصابع البركيه زي ما احنا اتفقنا دايما يكون فيه ألفاظ دارجة فيه اللفظ العلمي وكمان اللفظ الدارج في السوق عشان يكون على مواجبة ودائمة بالشغل في الأسواق فاحنا بنسميها قطع البركيه أو أصابع البركيه طبعا بنسبتها بطريقة حسب التصميم الموضوع وبتسبت إما بشكل سابق ولاحق أو عن طريق عمل مربعات أو عن طريق الأشكال حسب التصميم المطلوب وبعد كده بنجمعها على الأرضية وبنسبتها على الأرضية ثم تتم عملية القشط والإيه والتلميع وبعد كده بنركب الوزر عندي الطول النوع الثالث من الأرضيات وهي الأرضيات البركيه الملسوق وهي بتطلق عليها الدكيش لأن ببتدي أجيب قطع أو صوابع البركيه وببتدي ألزأها على البلاط مباشرة باستخدام مادة ناصقة وببتدي من الأركان ثم حتى النهاية لفتحة الباب الرئيس وقلنا دايما في العلافات بنسبتها في الاتجاه الموازي ولكن الألواح بسبتها في الاتجاه العمودي وعرفنا ليه بسبت الألواح في الاتجاه العمودي عشان تقلل لنسبة احتكاك الأشخاص اللي داخلين وطبعا لو كان عندي أكتر من فتحة بشوف الفتحة الرئيسية وبركب فيها العلافات وفيها الألواح بالنسبة للفتحة الرئيسية طبعا التجليد قلنا التجليد عندي ثلاث أنواع قدم أو سفل وبيكون القدم أو السفل سميناها قدم أو سفل إنها موجودة عند قدم أو أسفل الحائط وبتكون بارتفاع حوالي لا يتعدى 35 سنتي وبتكون عادة 20 سنتي موجبة أو ماشية مع الرأس السفلة للباب بعد كده زاد التجليد حتى جلسة الشباك بنسميه وزرة وبيكون عبارة عن أواي مرؤوس وبتحصر بينها حشوات وبتاخد شكل الحاليات والتصميم الموجود في الغرفة بعد كده زاد التجليد حتى بطنية السقف بنبتدي نعمل التجليد نفسه وقلنا التجليد أو تكسية الحوائط عبارة عن مجموعة من الأخشاب بيتم تجمعها مع بعضها بنغطي بيها أسطح الحوائط للحصول على أسطح عزلة للحرارة والرطوبة كمان للقهرباء مهمة جدا وبتديني شكل جمالي بالإضافة إلى المنظر الجمالي والقيمة المعمارية كمان إذا زاد التجليد لحد بطنية السقف بنركب معها قرانيش عشان يكتمل الشكل المعماري والفني بالنسبة للغرفة اللي هتركب فيها الأرضيات أو أعمال التجليد أما حلقتنا النهاردة بعنوان السلالم الخشبية نوع أو نوع من أنواع السلالم طبعا لمادة الإنشاء طبعا السلالم الخشبية بتستعمل فيه أماكن مخصصة اللي هي الأماكن الحديثة زي الفلات والأماكن الحديثة وذلك لنظافتها وحصن منظرها طبعا كلها طبعا تعاشيء دقيقة نقر ولسان وبيكون فيها أعضاء مختلفة عن السلالم المعروفة والمتدولة عندنا ونتعرف على بعض على السلالم من حيث التعريف والمصطلحات المستخدمة وإزاي نعرف إزاي نصمم ونحسب حسابات السلالم سواء كانت قلبة أو قلبتين مع السلالم الخشبية نشوف مع بعض كده عندي طبعا تاكسية الحواطي بحنا تكلمنا عن الأربع بواب دول وعنوان حلقتنا النهاردة السلالم الخشبية آخر حاجة عندنا في المنهج وهي أعمال الألمونيوم سلالم الخشبية زي ما احنا شايفين آدي سلم خشبي عبارة عن قلبة والقلبة دي عبارة عن مجموعة من الدرجات عشان خاطر اللفظ ده هيقرر كتير كمان عندي الخشب الكوبستة بتاعتي والدربزين ودي البرامق اللي يبتمنع الأشخاص من السقوط كمان الدرجة بيكون عبارة عن أيمة ونيمة ولازم أن نعمل ألف للدرجة وهنعرف المصطلحات دي كلها كل مصطلح وبتعريفه وكمان هنشوف الشكل بتاعه موضح في الرسومات التوضحية يبقى السلالم الخشبية أول حاجة في السلالم الخشبية هنعرف إيه هو تعريف السلالم بشكل عام وهي أنواع السلالم تبعا لمادة الإنشاء اللي بتتصنع منها كمان هنتعرف على الشروط الواجب توفرها في السلالم هنتعرف على استعمالات السلالم الخشبية نتكلم عن السلالم الخشبية ونعرف إيه استعمالتها هنتكلم عن المصطلحات المستخدمة في السلالم الخشبية وكمان هنعمل حساب تصميم وحساب أبعاد السلالم الخشبية زي ما احنا شايفين ده هنعتبر أن دي أدوار عندي وليكن تلت أدوار دور أرضي ودوء وأدوار متكررة وعايز أطلع من المستوى دوت للمستوى دوت للمستوى دوت للمستوى دوت فببتدي أعمل طبعا ده المدخل والدور الأول والدور الثاني ببتدي أعمل بسطة للراحة أو صدفة في المنتصف المسافة وببتدي أوصل مستويات مائلة بالشكل الواضح أمامكم عشان أحط فيها عدد من الدرجات هستخدمها في حالة الصعود أو النزول من دور لآخر من خلال السلالم طبعا السلالم بتستغل الفراغ الموجود فيه بين الأرضية وما بين السماء فطبعا أصبحت دلوقتي فيه نطاحات صحاب بسبب السلالم وطبعا دلوقتي فيه التكنولوجيا الحديثة بنستخدم فيها المصاعد القربية ولكن لا غنى عن السلالم طبعا لعدم في بعض الأشخاص ما تدرش أنها تستخدمها فلازم أن يكون فيه سلالم للطوارئ وكمان للإستخدام طيب إحنا عرفنا دلوقتي أن عشان أطلع من مستوى المستوى بعمل مستوى مائل تعالى كده نوضحها على الدات الموجودة زي ما احنا شايفين هنوضح إيه هي السلالم بشكل بحيث أن الطالب يعرف السلالم زي ما احنا شايفين لو أنا حابب أن أطلع من مستوى دوت عندي ليه المستوى؟ أهو أنا عايز أطلع أدي الثلاث مستويات عندي أهو عشان أعرف السلالم فباجي من المنتصف بعمل صدفة أو بسطة وابتدي أعمل مستوى مائل بالشكل ده يبقى تعريف السلالم عبارة عن مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود طبعا أنا بس دي توضيح يمكن الصعود أو النزول من دور لآخر من خلال هذه السلالم أو هذه الدرجات وطبعا الدرجة هنوضحها دلوقتي عبارة عن أيمة ونيمة وطبعا لازم أن نحط هنا قائم للضربزين بالشكل ده وابتدي أوصل آيمة ضربزين ده بواسطة حاجة تسمى الكوبستة بالشكل ده وطبعا لازم أن تكون معمولة أو مصممة بشكل يراعى فيها راحة قبضة اليد ببتدي أوصل بالشكل ده آدي الكوبستة بتاعتي ما بين الآوائم الضربزين وعشان أسد الفراغ ببتدي أحط هنا مجموعة من البرامي الخشبية طبعا نحن نتكلم عن السلالم بشكل عام ولكن هنركز على السلالم الخشبية الموجودة عندنا وطبعا جميع الأقسام المعمرية بتدرس السلالم بأنواعها طبعا لمادة الإنشاء يبقى احنا كده عملنا مكونات السلم وعرفنا أن تعريف السلالم عبارة عن مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود أو الهبوط من دور لآخر مستخدما هذه الدرجات يبقى آدي تعريف السلالم بشكل عام وطبعا قلنا أن السل مكون من قائمة ونائمة وبنعمل ليه النائمة أنف عشان خاطر طبعا بتعشق في السلالم عندنا آدي الأيمة وبنرمزلاب رمز قاف وآدي النائمة وبنرمزلاب الرمز نون يبقى بنعشق الأيمة مع النائمة وهنعرف فكرة السلالم الخشبية بعد ما نعرف بشكل عام تعريف السلالم أو أنواع السلالم طبعا لمادة الإنشاء طبعا هنركب قوايب الدربزين بعد كده هنركب الكوبستة بتاعتنا وطبعا هنركب البرامق ما بين الدربزين والكوبستة عشان تمنع الأشخاص من السقوط بالشكل ده طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه هو تعريف السلالم قلنا تعريف السلالم هي مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود أو النزول من دور الآخر مستخدما هذه السلالم يبقى هو ده تعريف السلالم بشكل عام تعالوا مع بعض نشوف أنواع السلالم طبعا لمادة الإنشاء يعني إيه هي أنواع السلالم طبعا للمادة اللي بتتصنع منها عندي طبعا أول نوع السلالم الخشبية كمان السلالم الخرصانية كمان السلالم المعدنية وعندي الأنواع الحديثة زي السلالم الميكانيكية المتحركة طبعا الموجودة في المولات وموجودة طبعا في مترو الأنفال يبقى عندي أنواع السلالم طبعا لمادة الإنشاء خشبية خرصانية معدنية سلالم ميكانيكية متحركة تعالوا مع بعض كده نشوف آدي السلالم الخشبية فكرة السلالم الخشبية زي ما وضحوا قدامكم عبارة عن لحين خشب طبعا بصمك كبير نسميهم عندنا في أعمال النجارة فقد عندي فقدين لكل سلم أو لكل قلبة بنحتاجين فقدين واحد بيسبت مع الحائط بالكينات والفقد الثاني بيكون مسبت مع قائم الضربزين والصاري وطبعا بنعشق فيهم أو بنعمل فيهم عملية تفريغ للأيمة والنايمة إحدى الأشكال طبعا وهنشوف أشكال كتيرة عشان نعشق الأيمة مع النايمة جوه الفقدين زي ما احنا شايفين تعالوا نشوف كده المكونات آدي الفقدين كمان عندي آدي الأيمة اللي هي ارتفاع الدرجة واتفقنا هنرمز له برمز القاف وعندي عرض الدرجة اللي هي نون اللي هي بنسميها النائمة وطبعا لها حسابات وتصميمات هنتعرف عليهم إن شاء الله في بند التصميمات ده إحدى الأفخات بنسبتها مع الحائط طبعا إما بنسبتها بالكنات أو بالمسامير بتاعتنا في حالة لو الحائط عندنا أو البيت عندنا مكون من ألواح تجاليد خشبية زي ما احنا شايفين آدي برضو شكل من أشكال السلالم آدي الفقدين الأساسيين وطبعا في المنتصف ده عبارة عن فقدين مساعدين للفقدين الأصليين بنسميهم في أعمال النجارة الحمال في حالة طبعا إذا كان طول الدرجة كبير فبنحتاج إن احنا نركب حمال أو اتنين عشان يساعد الفقدين الأصليين في حمل الدرجات طيب إيه الشروط الواجب توفرها في السلالم طبعا أول حاجة محل السلم اختيار محل السلم طبعا الراجل مهندس المعماري أما بيجي يعمل التصميم المعماري بتاعه بيسيب فراغ في المنشأ عشان يبتدي يخدم جميع السكان فبيسيب مكان في المبنى بنسميه محل السلم ولازم أن نختاره بشكل إنه يخدم جميع الأدوار أن يكون السلم متسعا طبعا طول الدرجة يكون متسع ليه طبعا لمرور الأشخاص سواء كان في حالة الصعود أو الغبوط بحيث يتم توزيع الدرجات بشكل منتظم توزيعا منتظما تجنب استعمال الدرجات المروحة اللي هي بتكون فيها دوران أو النحية بتكون مشطورة ونحية بتكون صغيرة من حيث العرض في البداية وفي النهاية يفضل أن نتجنب استعمال هذه الدرجات ونحاول أن نستخدم الدرجات المعتدلة أن يرعى المقاصر المتوسط للدرجة ومعرفة الارتفاع الموصل اللي إليه السلم طبعا عشان لو إحنا عرفنا ارتفاع الدور هنبتدي أن نصمم السلم بشكل جيد كمان يعني أن تكون النسبة بين القائمة والنائمة بتتماشى مع القواعد وهنتعرف عليها في السلايد الجاي إن شاء الله هنعرف طبعا ارتفاعات الأيمة ويعرض النايمة وهنعرف القانون اللي نستخدم به وإزاي نجيب الأيمة والنايمة كمان لازم أن يكون ميل السلم بيكون من 25 ل35 عشان راحة الإنسان في عملية الصعود وعدم إرهاقه في عملية الصعود أو النزول دايما زي ما احنا قلنا السلالم عبارة عن مستوى المائلة لو الميل دوت طبعا السلم بيكون الميل بتاعه كبير طبعا بيؤدي إلى إرهاق في عملية الصعود زي طبعا مدرجات الاستاد المدرجات بيكون الارتفاعات الدرجات بيكون عالية فطبعا بيكون في إرهاق في عملية الصعود ولكن في المباني السكنية أو المباني الحديثة لازم أن تكون درجة الميل لا تتعدى من 25 إلى 35 علشان خاطر تبقى فيه عملية سهولة في الصعود وعدم إرهاق طبعاً بيكون فيه ناس كبار سن فطبعاً لازم أن يكون الميل لا يتعدى من 25 إلى 35 درجة هو ده أنسب ميل للسلم وده من ضمن الشروط الواجب توفرها في إنشاء السلالم نكمل مع بعض طبعاً هنتكلم عن السلالم الخشبية أول حاجة في السلالم الخشبية لازم أن نعرف إيه استعمالتها طبعاً بتستخدم السلالم الخشبية في الأماكن الحديثة زي الفلات وكمان في المباني الحديثة وذلك لنظافاتها وحسن منظرة لأنه زي ما عارفين أن الخشب عند دهانه به الأسطر اللي هي الدهانات الشفافة بيدي للمكان فخامة ومنظر جيد وحسن طيب تعالوا مع بعض نتعرف على المصطلحات المستخدمة في السلالم الخشبية طبعاً أول مصطلح قلناه محل السلم أو ما يطلق عليه بئر السلم يبقى تعريف محل السلم هي المسافة المطروقة لعمل السلم في المبنى نركز مع بعض هنا في الداتا هنوضح الجزئية ديت مع بعض كده يعني إيه محل السلم بحيث نكون عارفين لما نيجي نصمم السلم سواء كان سلم قلبتين أو تلاتة نعرف محل السلم بيكون شكله إيه زي ما احنا شايفين لما بيكون محل السلم عندي مربع بالشكل ده آدي محل السلم المسافة اللي هيسبها المهندس المعماري في المسقط الأفقي أو في البلان الأفقي علشان يبتدي يوزع الدراجات بتاعته ويخدم جميع ساكني العمارة أو المبنى فبيكون محل السلم مثلا مربع فبيتم تصميمه على تلات ألبات زي ما احنا شايفين آدي بالشكل ده آدي محل السلم وبيكون دي طبعا لما بيكون السلم مربع زي ما احنا شايفين بيكون عندي تلات ألبات دي بيكون القلبة الأولى ودي القلبة التالتة ودي بيكون مسافة القلبة التانية وطبعا القلبة التانية هي اللي بتحدد لي عرض المنور لان ده بنسميه منور او فانوس السلم زي ما احنا شايفين ودي بنسميها بسطة خلاص كده ودي بنسميها صدفة الوصول طبعا دي اللي بتكون امام باب الايه او باب الشقة بتاعي يبقى انا بقول لو محل السلم مربع بيكون السلم تلت قلبات ونركز مع بعض ان القلبة الاولى والتالتة لازم ان يكونوا قد بعض يعني لو هنا فيه خمس قلبات يبقى لازم ان خمس درجات يبقى هنا فيه خمسة لو هنا فيه ستة يبقى هنا فيه ستة اما القلبة التانية اما بتكون زيهم او اقل منهم بدرجة واتفقنا ان القلبة التانية هي اللي بتحدد لي عرض منور السلم او ما يطلق عليه فانوس السلم اما اذا كان محل السلم مستطيل فبيكون السلم قلبتين وبيكون اما فيه منور او عديم المنور طبعا هنعمل له منور هنا او فانوس زي ما احنا شايفين ودي القلبة الاولى ودي القلبة التانية يبقى لما بيكون محل السلم مستطيل السلم بتعمل قلبتين وطبعا دي منسميها صدفة متوسطة ودي صدفة ال ايه الوصول زي ما احنا اتفقنا اللي بتكون امام باب الشق يبقى تاني محل السلم لو مربع السلم بتعمل تلات قلبات واتفقنا ان القلبة الاولى والتالتة بيكونوا gakد بعض اما القلبة التانية اما بتكون快 هؤلهم او اقل منهم بدرجة اما لو محل السلم واتفقنا ان لمحل السلم هي المسافة المتروكة لعمل السلم في المبنى. لو السلم مستطيل بيكون السلم كام قلبة قلبتين. في الحالة دي بيكون عندي صدفة متوسطة معدل للراحة. بعد طبعا ما نطلع بالشكل ده ده كده الوصول هنا بيكون في بسطة ودي البسطة برضو بيكون معدل للراحة. يبقى أنا بدايتي من هنا وانهيتي بيكون عندي مين صدفة الوصول وصدفة الوصول اللي هي بتكون اعترض من الصدفة المتوسطة لان هي بيكون امام باب الشقة او المنزل بتاعي يبقى احنا بنقول بئر السلم او محل السلم هي المسافة المطروقة اللي بيسيبها المهندس المعماري في التصميم علشان يبتدي يعمل او ينشئ السلم يبقى تعريف محل او بئر السلم هي المسافة المطروقة لعمل السلم في المبنى وده اول مصطلح فيه المصطلحات المستخدمة في السلالة من الخشبية نكمل مع بعض زي ما احنا شايفين اه دي محل السلم طبعا دي سلم قلبتين الفراغ الاوسط اللي هو فانوس السلم او ما يطلق عليه منور السلم بنسميه فانوس او الفراغ الاوسط وهي الفراغ الذي يطرق بين قلبات السلم طبعا بيستخدم ليه الاضاءة او في حالة طبعا اننا فيه تناول لبعض ايه اساس المنزل يبقى الفانوس السلم او منور السلم هي الفراغ الذي يطرق بين قلبات السلم زي ما احنا شايفين ده باصس من اعلى فاندي سلم قلبتين بقى باصس من فوق فشايف ادي منور السلم عندي هنا سلم بواخد شكل سداسي فالفراغ الموجود ما بين القلبات هو ده بسميه منور السلم لان انا باصس منين من اعلى طبعا عندي في السلالم الخشبية غير السلالم الخرصانية والمعدنية عندي الفقد وقلنا عبارة عن محتاج لكل قلبة فقدين هو عبارة عن لوح خشب سميك الغرض منه حمل درجات السلم وبي طبعا محتاجين لكل قلبة من قلبات السلم فقدين تعالوا نشوف مع بعض كده فقد السلم ادي الفقدين اللي هما بتوع السلم طبعا هنا واخد شكل مدرج عشان يبتدي يركب فيه النايمة وكمان للأيمة ادي شكل من اشكال الفقدين بتوع السلم احدهما بيثبت مع الحائط بالكنات والاخر بيثبت مع اول ايم في الدربزين والقائم الاخر اللي هو قائم الصاري ادي فقد السلم اما الحمال هو عبارة عن فقد مساعد بيكون قطاعه اصغر من قطاع الفقدين الاصليين ولكن بيوضع في المنتصف طبعا فايدته بيساعد الفقدين الاصليين في حمل الدرجات الطويلة طبعا خدنا شكل ادي شكل الحمال في حالة طبعا طول الدرجة بيكون كبير فمحتاج ان انا اساعد الفقدين الاصليين في حمل الدرجات فبحط اما حمال او حملين على حسب طول realize طول الدرجات كمان عند القلبة اقولنا ان القلبة مجموعة من الدرجات في مستوى مائل ما تقلش عن 5 في القلبة الوحدة وما تزيدش عن 13 في المباني السكنية وعن 16 في المباني العامة نركز مع بعض اقول لقلبة مجموعة من الدرجات ما تقلش عن 5 في القلبة وما تزيدش عن 13 في المباني السكنية أو 16 في المباني العامة تعالوا نشوف شكل القلبة آدي طبعا سلم قلبتين وآدي الصدفة أو البسطة الموجودة طبعا دي هكون صدفة متوسطة ودي صدفة نهائية عبارة عن قلبتين القلبة الأولى أهي والقلبة التانية آدي القلبات عبارة عن مجموعة من الدرجات لا يقل عدد الدرجات بها في القلبة عن 5 وما تزيدش عن 13 درجة في المباني السكنية أو في المباني العامة بتقلش عن 16 طبعا ده ارتفاع الغرفة أو ارتفاع الدور طبعا السلم أو الدرجة مكونة من قائمة ونائمة قلنا القائمة عبارة عن هي ارتفاع الدرجة ويرمز لها بالرمز قاف ودي بنفردها عند التصميم من 14 ل 18 ليه 14 ل 18 لأن أقصى مجهود يعمله الإنسان في عملية الصعود بيكون طبعا على ارتفاع من 14 ل 18 وبيكون في المتوسط 15 سنتي طبعا هنستخدم الحاجات دي عند التصميم يعني عرفنا الايمة اه دي شكل الايمة واه دي شكل النايمة قلنا الايمة بتكون من 14 ل 18 سنتي ارتفاعها لو زادت عن كده بترهق الإنسان في عملية الصعود وفي عملية النزول كمان النايمة بتكون من 27 ل 33 ده المتوسط أو التصميم المناسب النائمة هي السطح الأفقي للدرجة أو هي التي يضع عليها الإنسان قدمه مستخدما طبعا مستخدمها طبعا أثناء عملية الصعود أو النزول ويرمز لها بالرمز نون يبقى قايمة قاف نائمة نون وبيتراوح طبعا مأسها من 27 ل 33 وبتكون في المتوسط 30 سنتي طبعا عند تقابل القائمة مع النائمة بنعمل أنف للدرجة وبتكون الأنف دي عبارة عن بروز بيوضع في التقابل الأيمة مع النائمة وبتكون ذات حلية ملفوفة زي ما احنا وضحناها في الشريحة السابقة نشوف كده مع بعض أنف الدرجة في الصورة الموضحة قادي شكل أنف الدرجة بتكون ذات حلية ملفوفة قادي النائمة وقادي القائمة طبعا بنعملها حلية ملفوفة علشان طبعا أثناء عملية النزول في بعض الأشخاص بي طبعا لو الدرجة العرض بتاعها بيكون قليل النائمة بيحتكي ببداية السلم فلازم أن تكون الحلية بتاعتنا في السلالم الخشبية زي حلية ملفوفة عشان ما يحدث ليش إصابة في أثناء عملية النزول طبعا البادي هي أول درجة في السلم ودايما البادي ده يا جماعة أكبر أو أعرض درجة في السلم لأن هي أول درجة فيه يبقى البادي تعريفه هو أول درجة في السلم تعالوا نشوف كده مع بعض في السورة آدي شكل سلم خشبي طبعا وآدي قائم الدربزين وآدي الكوبستة وآدي البرامي طبعا زي ما أنتوا شايفين آدي أول درجة بنسميها البادي ويكون أكبر أو أعرض درجة في السلم يبقى تعريف البادي أول درجة في السلم طبعا زي ما أنتوا شايفين آدي فاخد ملاصق للحائط والفاخد الثاني بيثبت مع قائم الدربزين والقائم الآخر اللي هو قائم الصاري في عندي طبعا أنواع من الدرجات زي الدرجة المعتدلة ودي أفضل طبعا أنواع الدرجات هي الدرجة العادية وبيكون عرضها ثابت في طولها ما بين الرأس والإيه والذيل تعالوا نشوف مع بعض أدي شكل الدرجة المعتدلة بيكون عرضها واحد من البداية من عند الرأس ومن عند الإيه الديل ودي طبعا أفضل أنواع الدرجات لكن في عندي درجات تانية باستخدمها زي الدرجات المشطورة ودي طبعا بيكون على حسب المكان اللي بشتغل فيه فالدرجة المشطورة هي الدرجة المحصورة ما بين الدرجة المعتدلة والدرجة المروحة ولكن رأسها أعرض من رأس الدرجة المروحة تعال نشوف مع بعض كده آدي الدرجة المشطورة واخدى شكل بيكون أعرض من عند الرأس ومن عند الزل بيكون صغيرة آدي الدرجة المشطورة طبعاً بيفضل أن siamo نتجنب هذه الدرجات ولكن في بعض السلالة بيحكمني التصميم أننا أستخدمها طبعا قلبتين وفيه عندي كمان قلبة واخدى الشكل اللي هي الدرجات المشتورة كمان عندي الدرجة المروحة ودي بنستخدمها في السلالم الحلزونية وبيكون شكلها أو بتسمى بالدرجات المأزانية هنوضحها هنا قادي السلم الحلزوني وقادي الدرجات المروحة بتستخدم فيه السلالم الحلزونية الخشبية طبعا ده القائم ده بسميه عندنا في النجارة باسم الفحل ده بيسمى أو اللفظ العلمي والدارج فيه السوق في السلالم الحلزونية وده اللي بتعشق فيه الدرجات المروحة يبقى الفحلة عبارة عن عمود من الخشب بيوضع بمنتصف السلم الحلزوني عشان يعشق فيه الدرجات من رؤوسها وبيكون إما من قطعة واحدة أو من جملة قطعة السلوانية معشقة مع بعضها كمان عندي الصدفة وقلنا الصدفة هي الجزء الأفقي المستطيل الشكل الذي يفصل ما بين قلبتين تعالوا نشوف مع بعض كده آدي شكل الصدفة هنا وآدي في الجزئية دي هي العبارة عن الجزء الأفقي المستطيل الشكل آه آدي رسمة بتوضح آدي سلم مستطيل الشكل عبارة عن قلبتين آدي القلبة الأولى والقلبة التانية وآدي الصدفة المتوسطة وآدي صدفة الوصول وبتكون أعرض من الصدفة المتوسطة تعريف الصدفة هي الجزء الأفقي المستطيل الشكل الذي يفصل ما بين قلبتين وآدي منور السلم وهي نوعان صدفة متوسطة معدى للراحة وصدفة نهائية بنسميها صدفة الوصول طبعاً بنستخدم القلبة الأولى نرتاح شوية على الصدفة المتوسطة القلبة الثانية بعد كده صدفة مين؟ الوصول أما عندي البسطة تعريف البسطة وهي الجزء الأفقي المربع الشكل الذي يتغير عنده اتجاه السلم طبعاً منكون معدى للراحة ولكن عنده تغيير السلم ودايماً بتستخدم فيه السلالم زو السلاس ألبات زي ما احنا شايفين أدي ألبة أدي البسطة بعد كده تغير الاتجاه برضو البسطة وتغير الاتجاه يبقى إذن تعريف البسطة هي الجزء الأفقي المربع الشكل الذي يتغير عنده اتجاه السلم أما الكوبستة وهي الجزء الجامع للبرامي وبتأخذ أشكال مختلفة ويجب أن يراعى فيها راحة قبضة اليد لأنها تدين اتكع عليها أثناء الصعود أو النزول فلازم أن تكون مناسبة لراحة اليد وطبعاً الكوبستة دي بتتراوح طولها ما بين 90 إلى 100 سنتي لمساعدة النزول على الصعود والهبوط طبعاً زي ما احنا شايفين كبر السن لازم أن تكون الكوبستة بتاعتي هي الجزء الجامع للبرامي ويراعى فيها راحة قبضة اليد لأنها استخدمها في أثناء الصعود والنزول طبعاً ارتفاع الخلوس هي المسافة المحصورة ما بين بطنية القلبة العلوية وصطح القلبة السفلية ويتراوح هذا الارتفاع ما بين 2 إلى 2 متر 40 تعالوا نشوفها مع بعض كده طبعاً لازم أن تكون قادر ارتفاع الخلوس ما بين سطح القلبة السفلية وبطنية القلبة العلوية لا يقل هذا الارتفاع عن 2 متر ولا يزيد عن 2 متر 40 طبعاً عشان خاطر عملية النزول والصعود كمان عندنا فيه السلالم الخشبية الصاري طبعاً ده اللي بيعشق معه الدرجات بتاعة السلم وهو القائم الموجود عند تقابل قلبتين أو قلبة مع بسطة يبقى الصاري هو القائم الموجود عند تقابل قلبتين أو قلبة مع بسطة طبعاً هو ده الصاري بيتعشق مع القلبة والإيه والبسطة خط الدوس طبعاً هو خط السير أو خط الدوس أي يوم يطلق عليه سواء خط السير أو خط الدوس خط تصوري وهمي بيأخذه طبعاً الإنسان بطبيعته في حالة الصعود أو النزول وبيكون على مسافة بتبعد من الضربزين من 35 ل50 سنتي وزي ما احنا قلنا بنسميه إما خط الدوس أو خط السير نيجي بقى للجزء المهم جداً لأنه زي ما احنا اتفقنا أن في الامتحان بتاع آخر العام بيكون عندي سؤال في السلالم لا يخلو امتحان من امتحانات آخر العام امتحان في السلالم أو سؤال في السلالم والسؤال بيكون على جزئتين بيكون الجزء الأولى الألف بيكون تعريف من أحدى المصطلحات اللي احنا ذكرناها والجزئية التانية به بيكون خاصة بتصميم وبيكون إما تصميم سلم ألبتين أو ثلاث ألبات واتفقنا لما يكون السلم ثلاث ألبات بيكون محل السلم مربع ولما يكون ألبتين بيكون محل السلم مستطيل وعرفنا طبعاً محل السلم أو بئر السلم هي المسافة المطروقة لعمل السلم في المبنى تعالوا مع بعض نشوف القوانين اللي هنستخدمها وازاي نصمم سلم عشان يكون مريح فيه عملية الاستخدام ونشوف التصميم بتاعه بيكون ازاي طبعا في تصميم السلالم بنفرض ارتفاع الايمة واتفقنا بيكون من 14 ل 18 وطبعا بنقسم ارتفاع الدور على من 14 ل 18 ارتفاع الايمة فلازم يكون الناتج عدد صحيح ما ينفعش اننا نركب قصور لكن لازم تكون اعداد صحيحة عند قسمة ارتفاع الدور على ارتفاع الايمة كمان عشان نحسب عرض النايمة لازم نستخدم القانون والقانون عندنا في تصميم السلالم عبارة عن اتنين قاف زائد نون بتساوي من 60 ل 63 ودي خطوة الانسان اثناء السعود يبقى خطوة الانسان العادي في المشي على السير الطبيعي بيكون من 30 ل33 ولكن خطوته بيكون اكبر في اسناء السعود بيكون من 60 ل 63 يبقى دي خطوة الانسان اثناء السعود اتنين قاف معناها اتنين في القائمة فانا هنختصر القائمة باختصار قاف وانما بنون يبقى اتنين قاف لان عندي ايمتين وعندي نائمة واحدة النائمة بيكون محصورة ما بين ايمتين عشان كده بنقول اتنين قاف زائد نون بتساوي من 60 ل 63 عشان ابتدي اجيب عرض النائمة ناخد تمرين مع بعض بيقول لي مطلوب تنفيذ سلم خشبي بيصل الى منسوب 3 متر بقدر ارتفاع الدور 3 متر مكوم من قلبتين يبقى لازم يكون محل السلم مستطيل بينهما منور بعرض 60 اذا علمت ان طول الدرجة متر 10 وعرض صدفة الوصول طبعا لازم يكون كبير بيكون طبعا اعرض من طول الدرجة اما بعشرة او 20 سنتي ولكن هو هنا الدهاني فيه التمرين متر 40 يبقى نركز مع بعض يبقى انا عندي ارتفاع الدور 3 متر عندي فيه منور بعرض 60 طول الدرجة متر 10 عرض صدفة الوصول متر 40 على طول هستخدم القانون هو بيديني في الامتحان لازم نديني استخدام القانون اتنين قافزة دون وقال لي 60 انا عندي من 60 ل 63 ولكن هو هنا قال لي انا عايزك تخدلي خطوة الانسان 60 سنتي نبتدي نرسم القلبتين محل السلم مستطيل هنبتدي نقسمها زي ما احنا قلنا ونعمل صدفة متوسطة صدفة الوصول طول الدرجة طبعا زي ما احنا قلنا متر 10 يبقى طول الدرجة التانية متر 10 كمان فيه منور بعرض 60 يبقى متر 10 60 متر 10 تعمل 2 متر 80 يبقى دي كده معروفة لو عرض السلم اما طول السلم هنبتدي نعرف كام درجة عندي وعرض الدرجة قدي مديني طبعا بدام طول الدرجة متر 10 يبقى عرض صدفة المتوسطة متر 10 وصدفة الوصول متدهاني متر 40 طب في حالة لو ما ادنيش عرض صدفة الوصول هبتدي ان انا ازود على المتر 10 دي 10 سنتي او 20 سنتي ولكن هو ادهاني في المسألة متر 40 طبعا من الواضح ان انا عايز اعرف المسافة من بدايتها هنا لا ما بين الصدفتين المتوسطة والنهائية اللي هي صدفة الوصول عشان اجيب المسافة دي لازم انا اعرف كام نايمة عندي وعرض النايمة قدي واتفقنا ان احنا هنجيب عرض النايمة من القانون 2 قاف زاد نون بيساوي 60 سنتي تعالوا مع بعض كده الحل اول حاجة اجيب عدد الدرجات عشان اجيب عدد الدرجات اتفقنا ان احنا هنفرت قاف من 14 ليه 18 برضو مش افرضها دلوقتي اللي مقسم ارتفاع الدور اللي هو 3 متر طبعا شغالين بالسانتي بقى 300 سانتي على هجرب الـ 14 هيديني 21 وكسور ماينفعش احنا اتفقنا لازم يكون عدد صحيح فهقسم الـ 3 متر اللي هي 300 سانتي على الـ 15 بعد الـ 14 15 اداني 20 درجة يبقى ايزا هفرت قاف بكم بـ 15 يبقى انا مش هفرت قاف دلوقتي اللي مقسم ارتفاع الدور مرة على الـ 14 مرة على الـ 15 على الـ 16 لحد الـ 18 ولازم يديني عدد صحيح فقسمت على الـ 14 اداني 21 وكسور ماينفعش هقسم على اللي بعدها 15 اداني 20 درجة طبعا السلم مكون من قلبتين يبقى 20 على الـ 2 بتسوي كام؟ 10 هقسم العشرين على الـ 2 لان عند السلم قلبتين يبقى 20 على الـ 2 في كل قلبة 10 درجات 10 قوائم من المعروف ان عدد النوايم بيقل عن عدد الاوايم بوحدة يبقى عدد النوايم 10 انا قسم 1 بسوي كام؟ 9 نوايم طيب يبقى انا عرفت ان في عندي 9 درجات محتاجة اجيب عرض النايمة انا عندي 9 درجات 9 نوايم طبعا طلعناهم 10 نقصنا منهم واحد يبقى 9 نوايم هتطبق في القانون 2 قاف زاد نون هو من الدهون 60 سنتي خطوة الانسان اثناء الصعود يبقى ابتدي اقول 2 طبعا فرضنا قاف بكام بـ 15 يبقى 2 في 15 زاد نون هي دي اللي انا عايز اجيبها عرض النايمة 2 في 15 زاد نون بتسوي 60 طبعا 2 في 15 بتلاتين زاد نون بتسوي 60 عشان اجيب نون نعكس يبقى بتسوي 60 ناقص كام؟ 30 يبقى عشان اجيب نون النهية النائمة هبتدي اطرح من الـ 60-30 هتروح بالشرة مخالفة يبقى 60 ناقص 30 بتسوي 30 سنتي طبعا هنشتغل بالمتر بعد كده يبقى بتسوي 30 من 100 من المتر يبقى انا عرفت ان فيه عند 9 درجات وعرض الدرجة 30 من 100 من المتر نحسب بقى طول السلم طول السلم بيسوي متر 10 لعرض الصدفة المتوسطة وتسع درجات في 30 وعند متر 40 طبعا هنا 2 متر 70 وهنا متر 10 زائد متر 40 يديني طول السلم 5 متر كام 40 عرفت 9 درجات وعرفت ان عرض الدرجة كام 30 لكن عرض السلم معروف من البداية متر 10 زائد عرض المانور 60 زائد متر 10 بتساوي 2 متر 80 يبقى طول السلم 25 متر 20 عرض السلم 2 متر كام 80 وكده يبقى احنا صممنا سلم مظبوط هنتبقى ندون الكلام دوت على الرسمة بتاعتي مطلوب منك الرسمة في الامتحان هو مش بيطلبها ولكن لازم نعملها عشان تاخد درجاتك كاملة فطبعا آدي المتر 10 متر 20 وستين يبقى 2 متر 80 طول السلم كان عندي متر 10 ومتر 40 عرفت ان فيه عندي 9 درجات وعرض الدرجة كام 30 من 100 من المتر يبقى طول السلم 5 متر كام 40 وعرض السلم 2.80 ناخد تمرين كمان عشان نسبت المعلومة بيقول لي مطلوب تنفيذ سلم خشبي زو منور متسع الكلمة دي توقفنا عندها لان بدم زو منور متسع يبقى محل السلم 3 قلبات بيصل الى منسوب 3.15 اللي هو ارتفاع الدور مكون من سلاسة قلبة طبعا انا طبعا وقفت هنا قبل ما اسمع 3 قلبات لان طبعا المنور المتسع بيكون في السلم 3 قلبات اذا علمت ان طول الدرجة 1.10 وعرض صدفة الوصول 1.30 يبقى مديني طول الدرجة 1.10 لكن صدفة الوصول عرضها كان 1.30 على طول اللي استخدم القانون 2 قاف زائد نون بساوي 60 سنتي هو الدهاني في المسألة بدم سلم زو سلة قلبات يبقى عندي محل السلم بيكون مربع بدم مربع هقسم السلم زي ما احنا قلنا 3 قلبات ادي القلبة الاولى ودي القلبة التانية والقلبة التالت وطبعا ركزنا في الجزئية دي وقلنا لازم ان تكون القلبة الاولى لازم ان تكون زي القلبة التالتة لو هنا في خمسة يبقى هنا في خمسة هنا في ستة يبقى هنا في ستة اما القلبة التانية اما بيكون زيهم او قل منهم طبعا هنا في الحالة دي بيكون في بسطة وقلنا البسطة هي الجزء الافق المربع الشكل الذي يتغير عنده اتجاه السلم طيب تعالوا مع بعض نحسب طول وعرض السلم هنفرط قف بكم هنقف هنقف هنقسم اول ارتفاع الدور مرة على الاربعتاشر برضو الداني فيها كسور هقسم على الخمستاشر الداني واحد وعشرين درجة طبعا السلم مكون من ثلاث قلبات لما جأسم الواحد وعشرين على التلاتة يديني سبع درجات او سبع اوائم طبعا هنفرط قف هنا بخمستاشر لان لما اسمت ارتفاع الدور تلاتة متر خمستاشر معناه طبعا بالسانطي تلتمية وخمستاشر على الخمستاشر يداني واحد وعشرين درجة السلم مكون من ثلاث قلبات يبقى إذا عدد الدرجات في القلبة الوحدة هقسم الواحد وعشرين على الثلاثة يبقى فيها سبع قوايم سبع درجات يعني سبع قوايم واتفقنا أن النوائمoder بتقل عن القوايم بدرجة يبقى عدد النوائم في القلبة الوحدة سبع ناقص واحد بتساوست يبقى كل قلبة من القلبات التلاتة فيها ست إيه ست درجات أو ست إيه نوائم طيب عايزين نجيب عرض النائم إحنا عارفنا أنه فيه ست نوائم عايزة أجيب عرض النائمة لعرض الدرجة هنجيبها من القانون هو الدوني في المسألة 2 قاف زائد نون بتساوي 60 سنطي طبعا قاف فرض ناب 15 يبقى 2 في 15 زائد نون بتساوي 60 سنطي يبقى إذا النون اللي أنا عايزة أجيبها لعرض النائمة بتساوي 60 ناقص 30 هتروح بشرة مخالفة بتساوي 30 سنطي يعني 30 من 100 من 2 من المت 30 من 100 من المت طول السلم يبقى متر عشرة طول متر عشرة زائد 36 في 30 زائد متر 30 يديني 4 متر كام 20 أما العرض متر عشرة زائد 36 في 30 زائد متر عشرة يديني 4 متر زي ما احنا شايفين طول السلم 4 متر 20 لكن العرض بيكون 4 متر تعالوا بقى نكتب البيانات بتاعتنا على الرأس قادي طول السلم متر عشرة زائد 6 نوايم في 30 زائد متر 30 وهنا متر عشرة زائد 36 في 36 من 100 اللي هي عرض النائمة 6 نوايم في عرض 30 زائد متر عشرة يبديني طول ومحل السلم طول وعرض السلم طيب لو اداني هنا سلم مطلوب يعني في التمرين الثالث حساب عدد القوائم والنوايم ومحل السلم عايز يعرف عدد القوائم والنوايم وطول وعرض السلم في سلم خشبي ارتفاع الدور 3 متر 20 طبعا المكون من 3 ألبات يبقى محل السلم مربع اذا علمت ان طول الدرجة الظاهر يبقى طول الدرجة متر 20 وعرض صدفة الوصول الدهاني متر 30 اتفقنا لو هو ما ادهنيش هزود 10 أو 20 سنتي على طول الدرجة لكن هو هنا بيدهاني في المسألة طب القانون ايه اللي استخدم القانون 2 قاف زائد نون بتساوي 63 سنتي طبعا اتفقنا ان البدام السلم 3 ألبات بيكون محل السلم مربع وبقسم السلم 3 ألبات زي ما احنا شايفين قادي القلبة الأولى القلبة التانية والقلبة التالتة واتفقنا وقلنا ان القلبة الأولى والتالتة لازم ان يكونوا متسويين لان طبعا قصوات بعض او موازيين لبعض اما القلبة التانية وهي اللي بتحدد عرض الدرجة دي بتكون اما زيهم او اقل منهم بدرجة طبعا في الحالة دي بتكون فيه هنا بسطة واده صدفة الوصول تعالوا مع بعض ازاي نحسب سلم بارتفاع 3 متر 20 برضو هنأجل الفرد قف دي لحد ما نشوف نقسم ارتفاع الدور مرة على الـ 14 على الـ 15 بقسمها الـ 3 متر يعني 320 على الـ 16 اداني 20 درجة بس في الحالة دي اتفقنا ان ما ينفعش يتقسم على التلاتة بس لازم تكون القلبة الأولى والتالتة متمثلين طيب نركز مع بعض في الجزئية دي عشان نوضحها لاني بتيجي في معظم او في اغلب الامتحانات بتاعة نهاية العام نركز كده معايا على العداتة زي ما احنا شايفين احنا اتفقنا ان السلم 3 قلبات يبقى محل السلم هيكون ايه مربع بالشكل ده ادي الصدفة المتوسطة وادي صدفة الوصول وادي القلبة الأولى والقلبة التانية والقلبة التالتة ادي القلبة الأولى برسم كروكي و ادي القلبة التانية وهنا ان القلبة التالتة ولازم ان يكونوا اد بعض من حيث عدد الدرجات والايه والمسافة ودي القلبة التالتة اما القلبة التانية بتكون اما زيهم او اقل منهم دي القلبة التانية طيب وهي دي اللي بتحدد عرض ايه مانور او فانوس السلم اللي احنا اتفقنا عليه طبعا انا عايز اجيب طول وعرض اللي هو محل السلم وعايز اعرف عدد الدرجات بتاعتي في الثلاث قلبات طبعا لما احنا قسمنا الثلاثة متر عشرين على العشرين طلع عندي على ستاشر اسف اللي هو قاف بفرق قاف بتساوي ستاشر فمقسم ثلاثمائة وعشرين على ستاشر طلع لي حوالي عشرين درجة او عشرين قائم طيب هعمل ايه هنبتدى نوزع الدرجات بس نخلي بالنا ان القلبة الاولى والقلبة التالتة زي بعض فنشوف كده لو حطينا هنا سبعة وهنا سبعة يبقى اربعتاشر يتبقى هنا ستة تمشي طبعا تمشي يبقى انا عندي هنا سبعة وهنا سبعة اربعتاشر يتبقى من العشرين ستة احنا اتفقنا ان القلبة التانية اما تكون قدهم في عدد الدرجات او اقل منهم بدرجة فهنا هحط سبعة وسبعة اربعتاشر وهنا هحط ست درجات يبقى احنا هنقول القلبة الاولى والسالسة طبعا لازم ان تكونوا متمثلين هنحط فيها سبع قوائم ونقص منها واحدة يديني ست نوائم يبقى دي القلبة الاولى والتالتة اما القلبة التانية هحط فيها ست قوائم وهطرح منها واحدة لان احنا قلنا عدد النوائم بتقل عن قوائم بدرجة يبقى يديني خمس نوائم يبقى نخلي بالنا ان هنا هيكون عندي هنا ستة فيه هشوف العرض بقى دي ايه وين هضرب في كام في خمسة واشوف العرض واتفقنا ان عرض الدرجة تقريبا متر عشرين يبقى دي متر عشرين يبقى دي برضو متر عشرين ولكن عرض صدفة الوصول متر كام متر تلاتين تعالوا نشوف مع بعض ازاي نكمل شغلنا نبص كده على السلايد احنا اتفقنا طبعا مش هنفرط قاف احنا قلنا من 14 ل 18 فأسامة التلتمائة وعشرين على الستاشر اداني عشرين ايه درجة يعني عشرين ايه درجة السل مكون من 3 قلبات واتفقنا ان القلبة الاولى والتالتة لازم ان يكونوا مترمسلين هنحط فيهم 7 قوايم وهنقص منهم واحدة يديني 6 نوايم اما القلبة التانية هتكون اقل منهم هنحط فيها 6 يبقى نقص منها واحدة يبقى فيها 5 يبقى عند القلبة الاولى والتالتة فيها 6 والقلبة التانية هتكون فيها 5 ماينفعش ان القلبة التانية يكون ازيد لتكون زيهم او اقل منهم بدرجة طيب عايزين نجيب عرض النائمة لعرض الدرجة طبعا هنجيبها من القانون اللي هو الديهاني في المسألة القانون بيقول لي 2 قاف زائد نون بيساوي 63 سنتي طيب فرضنا قاف بكام ب16 زائد نون اللي هي عرض الدرجة اللي أنا عايزة أجيبها بتساوي 63 اللي هي خطوة الإنسان أثناء سعود طبعا هو الديهاني في المسألة فبقول له 2 في 16 زائد نون بتساوي 63 سنتي عايزة جيب نون بقول له نون بتساوي 63 ناقص كام 32 يبقى النائمة نون بتساوي 63 ناقص 32 بديني 31 سنتي 31 سنتي يعني 31 من 100 من المتر تعالوا مع بعض نحسب كده يبقى أنا عندي في طول السلم متر 20 زائد 6 درجات في 31 اللي هي عرض النائمة زائد متر 30 اللي هي عرض صدفة الوصول نحسب مع بعض يديني 4 متر 36 يبقى طول السلم هيطلع 4 متر كام 36 طيب عرض السلم متر 20 قلنا هيبقى فيه 5 في 31 اللي هي عرض النائمة زائد متر 20 يديني 3 متر كام 95 يبقى أنا إذن عندي السلم كده أصبح زي ما احنا شايفينه هذه القلبة الأولى والقلبة التانية هنا متر 20 زائد 5 في 31 اللي هي عرض النائمة زائد متر كام متر 20 أما طول السلم عرض البسطة أو عرض الدرجة هي متر 20 والوصول عرض صدفة الوصول متر 30 وهنا هيبقى عندي 6 قوايم في عرض 31 يديني طبعا طول ومحل السلم اللي هو كام واحد طول طبعا طلع 5 4 متر 32 والعرض طبعا زي ما احنا شفناه يبقى لازم نركز فيه موضوع السلالم وممكن يجيب لي فيه مسألة على منسوبين مختلفين يعني بيصل من منسوب منسوب معين إلى منسوب آخر فبطرح للمنسوبين من بعض أو الفرق من بعض يبديني المنسوب أو الارتفاع الكامل وطبعا زي ما احنا عارفين السلالم الخشبية مهمة جدا ان احنا نتعرف على مصطلحات المستخدمة وازاي نعرف نصمم سلم سواء كان قلبتين أو تلاتة يبقى السلالم الخشبية درس مهمة جدا يبقى كده التكنولوجيا احنا مكملين مع بعض فاضل عندنا باب وهو خاص بأعمال الألمونيوم ولكن ان شاء الله على وعد ان الحلائيات القادمة هتكون خاصة بمادة الرسم الفني حلقتنا خلصت اشوفكم على خير على امل اللقاء بكم من جديد دمتم في حفظ الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته